نضم إلينا مباشرة بغداد الخبير وفي مجال الطاقة المهندس مازن السعد أستاذ مازن أهلا بك شكراني قبول الدعوة وزير كهرباء في آخر تصريحاته بالوكالة يقول سوف نعتمد على الغاز من وجهة نظري يقول سوف نعتمد على الغاز الإيراني من 5 إلى 10 سنوات مقبلة لماذا برأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أنا متخصص في الطاقات المتجددة وليس خبيرا في الطاقة نسأل الله أنه يراد أنه وقت حتى نوصل نحل العملية لنكون خبراء في هذا الاختصاص الله يخليك بكل أمانة أنا سبق أن تحدثت كثيرا في هذا الموضوع هناك قصور في الرؤية في إدارة هذا الملف بصورة عامة سواء كانت من 2003 أو حتى ما قبل 2003 كان الترغيب والترهيب هو أساس إدارة هذا الملف مع كل أسف بعد 2003 لا حقيقة أثناء سلطة الاعتلاف ولا بعد الاعتلاف أجتنا رؤية حقيقية جديدة تقدر تحل هذا الموضوع ما أخذت بنظر الاعتبار والحسبان بأنه كيف هذه الحاجة المهمة التي تتحدى البشر بكل ثوابت اليومية بأنه ما أخذت بنظر الاعتبار وهي عصب الحياة عصب حياة التعليم والصحة والصناعة والزراعة وكل شيء فلذلك أنا أعتقد أنه إذا لم تغيير فكر حقيقي في إدارة هذا الملف من الصعب أنه نقدر نحصل حل لتجاوز هذه الأزمة المستمرة والتي حقيقة لا يوجد شيء بالأفق بأنه خلال سنة ثلاثة أو خمسة ينحل هذا الموضوع ألا سيكون هناك حقيقة إدارة أزمة وداشبورد كبير ببيانات كافية للتعامل معها من أجل أن يوصلون إلى الحل المطلوب طيب هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة في كل عام وفي كل شهر أيضا يتم مناقشة هذا الموضوع يعني في كل سنة إذا أردنا أن نتحدث عن وعود وزارة الكهرباء في سنة من السنوات أحد الوزراء الذين كانوا يتسلمون منصب يقول سوف نصدر الكهرباء إلى خارج العراق وأنت أكيد مر عليك هذا التصريح لكن وزارة الكهرباء في كل عام تقول أن الصيف المقبل قبل الصيف أن الصيف المقبل سيكون صيفا عاديا ستكون الكهرباء متوفرة فيه رغم ارتفاع درجات الحرارة وعندما يأتي الصيف ترتفع درجات الحرارة وكأن تصريحات تتبخر يعني كم مضى من أن تصريحات الوزارة هذا العام من ضمن أن هذه التصريحات ستكون حقيقية وأن الكهرباء ستكون موجودة خلال الصيف لتغذي معظم مناطق العراق أو ساعة التجهيز أكثر على الأقل للأسف تصريحات إن وجدت فهي غير مسؤولة 100% وتستخف بالعقل العراقي بعقل المواطن لأنه الواقع غير شكل معروف أنه البلد قد يحتاج من ألف ميجاواط بالسنة وفي ظل الاستخدام الطبيعي لحد الآن إضافة إلى أنه ضعف المعلومة الحقيقية اللي موجودة عندك أنه أنت ما تعرف الصناعة جد تحتاج ما تعرف الزراعة جد تحتاج ما تعرف المدارس جد تحتاج ما تعرف المستشفيات جد تحتاج أهم شيء عندك المناطق المأهولة بالسكان يجب أن تعطيها كهرباء وحسب ردود أفعال الشعب في ذاك الوقت طلعوا عليك مظاهرة توقف كل المناطق الأخرى الهادئة وتعطي إلى هذه المنطقة لذلك يا سيد العزيز التصريحات الغير مسؤولة التي تطلع من المسؤول العراقي بكل أسف بكل أسف ليس هناك من يحاسب على هذه المسؤولية لو هناك حقيقة الناس مراقبين وإدارات صحيحة للدولة سواء من داخل الوزارة أو من خارج الوزارة لا يجرأ شخص على أنه يستخف بالعقلية العراقية ويطلع مثل هيش تصريحات الواقع يتكلم بهذا الشكل البلد صالح قد يأخذ غاز من إيران قد ملف الكهرباء سنويا يكلف 13 مليار دولار إدارته وما يجب من عنده غير مليار مليار ونصف أحسن أحد فهو ملف خسران ومدمر ميزانية العراق بكل أمانة وليس هناك عقلية تقدر تنقذ هذا البلد من هذا حقيقة يعني الطريقة المحاولة والخطأ في إدارة هذا الملف الشائك بكل أمانة الشائك على الناس الغير قادرين على الحل والسهل أمام الناس التي تفهم ستراتيجية الطاقة كيف تقدر تشتغل وكيف يقدر أستاذ مازم باختصار من خلال معلومات المتوفرة لديك ما المانع من استيراد العراق الغاز من مناطق أخرى دول أخرى أو حتى إيجاد محطات توليد للغاز أو تكرير الغاز الذي يساعد على تشغيل هذه المحطات داخل العراق ما المانع؟ ما الحائل؟ هل هناك جهات تقف خلف ذلك؟ حسب معلوماتك؟ أنا لا أعتقد لأنه الحاجة الملحة للكهرباء أستاذ العزيز الحاجة الملحة للكهرباء أوكي ما يعني ما تخلي أي شخص مسؤولية كل الناس في الدولة سواء مسؤوليين أو حتى العصابات اللي موجودة مسؤولياتها بأنه الكهرباء يجب أن تكون متوفرة متوفرة على الأقل لأنه بوجود الكهرباء استدامتهم على الكراسي أكبر خطر يهدد الآن الحكومة هو الكهرباء إذا انقطعت لا سمح الله إذا صار عندك انهيار في خطوط النقل الكهربائي وفي التوليد فممكن البلد يصير بفوضى وتكون الفوضى عارمة والدولة تسقط الله لا يقولها لذلك ليس من مصلحة أي شخص لا عفوان الفاسد ولا الشخص الذي يدير الملف ولا العامل ولا بالحكومة ولا وزير ولا رئيس وزراء أنه هذا العمل يعني ما يعمل أما موضوع الغاز أنه من وين نستورده من دول جوار أو غيرها ضعف الرؤية في التخطيط هو الأساس الحقيقي اللي مو قادرين أنت حتى نجيب غاز من السعودية يراد لك سنة على الأقل حتى تمد البايبلاين حتى توصل بكل أمانة ومن قطر سواء جبتها من بواخر أو جبتها من خلال صهاريج أيضا إشقد يراد لك حتى تقدر تبني تدخل على هذه منظومة البايبلاين اللي موجودة من تركيا نفس الشي إيران هي المكان الوحيد اللي للأسف ده يأخذون من عنده أوكي وإيران حشاها السيد وزير الكهرباء السابق أستاذ لوي قال إيران هي متريد تنطي كهرباء للعراق ويقولون أنه إحنا مجبرين ننطيكم لأنه أنتم تطلبون كهرباء وعدنا التزام أمامكم نعطيكم يعني في أي لحظة هذا إذا كانت يحشون من باب الأخلاقيات إذا كانت هذه الأخلاقيات سقطت في يوم من الأيام لسبب ما فحتى إيران إحنا ما راح نقدر نحصل منعدها يعني ليس رغبة تحتاج على الاقتصاد العراقي الغاز مطلوب بالعالم كله أستاذ العزيز الغاز مطلوب بالعالم كله صار العملة النادرة الآن هو الغاز عدم التخطيط الصحيح علها وعدم التخطيط لإنتاج الغاز والبلد بإكتفاء ذاتي أساسا يجب أن هناك تغيير كبير جدا في الفكر يا سيد العزيز أنا وعد لكم بعد فترة قابلك ونناقش نفس الموضوع شكرا جزيلا المتخصص في بجارة الطاقة المتجددة بازل سعد بغداد شكرا لك إلى الإقراء